هنا وفي هذا المكان بالتحديد كانت آخر أنفاس الشاب حيذر بعد أن هجمت عليه أصابة انهالت عليه بالسكاكين وأحدة تلو الأخرى فذبح على أيديهم وهو يستنجد الشاب طال على رزقه من الصباح للليل والعالم كلها تشهد له أنه إنسان فقير ومؤدب جاءوا عليه في هذا المكان أربعة تقريب بهم وذبحوا مثلوا به تمثيل مشادة كلامية لا أكثر من ذلك كانت السبب بإزهاق روحه وهو يقود دراجته النارية لتلتف حوله أربعة خناجر وسط الشارع العام وأمام الجميع حتى ملئ الدماء هنا نتلقوا هو يجوا من شارع يعني اللي صارت بمكان معين صارت شجارة أو البحشة اللي وضحت الكيهاه متلقي هنا بدون تفاهم قاطعين الطريق عليه واستلموا بالطعنات طعنه بظهره واصل القلبه هنا لبنحره وحده اثنيا بقلبه وعده بخاصرته ترك حيدر خلفه زوجة تبكي مع طفلين صغيرين يحملان ما تبقى من صوره وهو غائب عنهم حيث لا يعلمان ما ينتظرهما في المستقبل أما والدته فهي تنعى ابنها الصغيرة واتوا طالبوا بالقصاص من المجرمين أينما وجدوا جريمة أقل ما توصف بالبشعة ضحيتها شاب خرج لكسب لقمة العيش في طروف صعبة تعيشها عائلته وهي تنتظر ما تجد به يداه التي مزقتها سكاكين الإجرام دون أي رادع من كربلا جاسم الهميم التغيير